والله كابتان انا اتمنى لإسماعيدي الماتش اللي جاي يعني بغض النظر احنا طبعا بنتكلم بها داينا في البرنامج لسا اتمنى انه يخرج من كبوته كبوته لو خرج منها في ماتش او اتنين الامور ممكن يعني ترجع لطبيعاتها تاني عايزة اسأل بقى حداتك بقى على امور اخرى خاصة بالزمالك بكرة والترجراء في معقص الزمالك اللي برضه يعني فقط فاتت الزمالك نادي كبير ولكن بيعاني في نتائج بيعاني في بعض الامور خاصة في دور ابطال بس لا هو طبعا الزمالك نادي مصري شعبي جماهيري قوي يعني على فكرة يا محمد الاندية الجماهيرية الشعبية الاندية الكبيرة دي بتقوى مع قوة المباريات يعني هو الزمالك متعثر الفطر اللي فاتت ولكن الترجي فريق مستهد يعني أنا برضه يعني أقول لك على الترجي إن أنا كنت المدير الفني للنادي الإسماعيلي في مباراته أمام الترجي سنة 95 والإسماعيلي يفوز على الترجي في تونس أول فريق مصري يفوز على الترجي في ملعبه في الوقت اللي كان فيه نجوم الكرة التونسية الهادي بالرخيصة مجموعة كبيرة الله يرحمه تمام فأنا عايز أقول إنه مش صعب الإسماعيلي الزمالك فريق قوي جماهريا وبيأوى مع قوة المباريات فأتصاوي مباراة تكون قوية وأتمنى الزمالك أتمنى الزمالك يفوز بها حي زي ما نحن فرحانين للأهل الأهل يعمل شغل كويس أه بس برضو محتاج فوز أمام سانداونز طبعا بس المهم إن دفعت الفوز بدت تمشي أه كان موجودة طيب النهار زمالك البطولة العربية كابتل اللي كنا بنتكلم عليها أه وقع في مجموعة النصر كريستيان ورونالدو بتشوف موتشة زي ده كده برضو أه طبعا بطولة زي كده اشترك نهار زمالك فيها قبطة المصر لا لا ده حاجة يعني أنا أتصور احتكاق قوي جدا لأن الكرة السعودية قوية تنساش أنا عادت في السعودية بطولة المصر كابتل راجل ده بأ موجود أه يعني شوف حتى لو كريستيان ورونالدو بيلعب لوحده تمام الإيجادة لا تمنع شيء مهم جدا إصرار المنافس صحيح يعني إيجادته مش هتمنع إن لعيدة الزمالك يبقى عندهم إصرار قوي جدا جدا تمام يوقف وخطرته مش صعب لكن هو ماتش نحب نتفرج عليه عشان نشوف كريستيان ورونالدو حقيقة هيبقى ماتش حل بس أنا عايزة بفكر مين اللي يمسك كريستيانو في اليوم ده عبدالغاني طبعا هكون ناحية عمر جابر على فكرة آه طبعا لأنه هو بيميلت دائما بناحية اليميل نشوف عمر جابر بقى والإسبرينتات هياخدها في اليوم ده طيب